كشفت مصادر مطالعة للشروق نيوز أن عملية تهيئة ملعب الخامس جويليا شهدت عملية تحايل كبيرة من طرف الشركة التي أشرفت على وضع الأرضية والتي تتواجد في وضع كارثية هذه الأيام المصادر ذاتها أكدت أن الشركة ضخمت فواتر الإنجاز بشكل كبير مثل ما حدث في عملية مد أنبي بصرف المياه والتي لا يتعدى ثمنها السبع والعشرين الفيرو غير أن الشركة حصلت على أكثر من 12 مليار سنتيم مقابل هذه العملية والأكثر من هذا فإن الشركة لم تقم سوى بترقيع بعض الأجزاء من مضمار الألعاب وإعادة طليه باللون الأسود مقابل 7 ملايير سنتيم عملية الاحتيال طالت حتى التجهيزات التي جلبتها الشركة بعض عف ثمنها على غرار مقاعد الاحتياط والتي لا يتعدى ثمنها العشرة ألاف يورو والتي تمت فوترتها بواحد وثلاثين ألف يورو هذا وتعهدت الشركة بإقامة عشر دورة تكوينية لتأهيل أخصائي في صيانة الأرضية مقابل 48 ألف يورو لمدة سنة وهي العملية التي تطرح الكثير من علامات الاستفهم ترجمة نانسي قنقر